نستكمل الحديث عن مقرر العلم العامة ونتناول الفصل الرابع وهو فصل الأحياء أهداف الفصل واحد يتتبع الطالب تطور نظام تصنيف الكائنات الحية القدرة على تصنيف الكائنات الحية يقارد بين القلية النباتية والقلية الحيوانية يتعرف تركيب أجهزة جسم الإنسان المختلفة يقارن بين وظائف أجهزة الجسم المختلفة الموضوع الأول تصنيف الكائنات الحية أهداف الموضوع واحد يتتبع تطور نظام تصنيف الكائنات الحية يستنتج نظام تصنيف الكائنات الحية النشاط عبارة عن سؤال السؤال يطلب منك ذكر أكبر عدد من الطرق لتصنيف الكائنات الحية الموجودة من حولنا تطور تصنيف الكائنات الحية مرة تصنيف الكائنات الحية بعدة مراحل يمكن تناولها بشكل مقتصر فيما يلي أولا بدأ بيه تصنيف على أساس التشابه في بعض الصفات زي اللون نوع الغذاء اثنين تصنيف تابعة لنوع البيئة كائنات أرضية مائية هوائية تصنيف تابعة لنوع الغذاء إلى أكلات عشب أكلات لحم تقسيم النباتات إلى عليات بزور وكاسيات بزور تقسيم الكائنات الحية إلى مملكتين مملكة النبات ومملكة الحيوان ثم تم إضافة مملكة ثالثة للكائنات وحيدة القلية هي مملكة الطلائعيات نكمل تطور تصنيف الكائنات الحية في عام 1969 تم اقتراح نظام الممالك الخمس وهي مملكة الأوليات مملكة الطلائعيات مملكة النبات مملكة الفطريات مملكة الحيوان تسمية الكائن الحي تم اتخاذ النوع كأساس لتسمية الكائنات الحية ويعرف النوع بأنه مجموعة من الأفراد المتشابهة من حيث الشكل الخري من حيث الشكل الخري ولا قدرة على التزاوج فيما بينه تم وضع نظام التسمية السنائية للكائن الحي التسمية السنائية للكائن الحي حيث لكل كائن اسمه مكون من كلمتين الكلمة الأولى تشير إلى الجنس ويكتب ويكتب الحرف الأول فيها كبيرا الكلمة الثانية تشير إلى النوع ويكتب الحرف الأول صغيرا وعليه تصنيف الكائن الحي وفقاً لي النوع أصغر وحدة في نظام التقسيم الجنس تجمع لأنواع التي يوجد بينها تشابه عام فصيلة تجمع للأجناس المتقاربة رتبة تجمع للفصائل المتشابهة طائفة تجمع للرتب قسم تجمع للطفائف المتشابهة المملكة تجمع للأقسام المتشابهة بناية الموضوع لخص ما تعلمته